أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله جيف رجال محمد وآله أجل ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين من آداب الإسلام الأكيدة أي المؤكدة آداب تتعلق بمواجهة الإنسان للإنسان هذه المواجهة التي لا تخلو منها الحياة اليومية فالمرء يتواجه بمعنى يلتقي بأهل بيته بجيرانه برفقائه وبعموم الناس حتى ولو في الطرقات الإسلام العظيم جاء وأكد على آداب معينة في هذه المواجهة كي لا تكون هذه المواجهات أو اللقاءات جافة فتنزع بالمرء إلى شيء من الانطوائية وتبعث في نفسه بواعث الأنانية أو تؤدي في جملة ما تؤدي إليه إلى صدامات فيما بين البشر أنفسهم لذا أكد الإسلام على هدم هذا الحاجز النفسي واختراق هذا الحجاب حال المواجهة بالتسليم والتحية تحية الإسلام العظيم هي تحية السلام وهذه الكلمة بذاتها تحمل من المعنى ما يضمئن النفس البشرية ويحثها على الخير فالسلام خير والحرب شر هذا التلاقي فيما بين البشر إن كان تلاقياً سلامياً سلمياً فإنه يسهم في إصلاح أوضاع هذه الدنيا التحية هذه تؤدي إلى تطييب الخواطر ولها إيقاع على النفس بخلاف التحايا الأخر تحية تجنح بالإنسان إلى السلم كلمة لها مدلول في هذا الشأن تستطيبها الأسماع فتدخل في القلوب وهي بحسب الآثار والأخبار موضوعة من الله تبارك وتعالى منذ بدو خلقة آدم عليه الصلاة والسلام أي منذ زمن بعيد بعيد في الخبر الذي يرويه القطب الراوندي في خرائجه في المجلد الأول الصفحة 126 جاء في هذا الخبر أنه لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه عطس فقال له ربه قل الحمد لله فلما قالها قال له ربه يرحمك الله هذه من الآداب إذا واحد عطس شن قل له هو شن يقول الحمد لله شن لازم نرد عليه يرحمك الله هذا جرى بين الله تبارك وتعالى وبين آدم عليه السلام ثم قال له الله عز وجل كما في هذا الخبر ائت أولئك الملأة من الملائكة وقل لهم السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال له ربه هذه تحيتك وتحية ذريتك من ذلك اليوم تعينت هذه التحية تحية السلام من أهم ما تؤدي إليه هو ما صدرنا به حديثنا وهو الذي يمكن أن نطلق عليه الاستئناس البشر أنت إذا دخلت إلى مكان ولم تسلم أو تحي وكذا فعل غيرك ستلحظ أنه يكتنف هذا المكان والحاضرين فيه شيء من الوجوم وشيء من الجفاء وشيء من اليبوسة في المشاعر وهذا لعل بعضكم لاحظه عند بعض المجتمعات غير المسلمة تذهب إلى مكان ليكن سوقا من هذه المجمعات التي فيها هذه المصاعد والمصاعد أحيانا تكون كبيرة المساحة فيدخلون بيها ستة سبعة ثمانية عشرة موهشكل تدخل هذا المصعد المصعد ممتلئ ويدخل غيرك لا أحد يسلم على الآخر ولا يحييه العيون فقط ترمق بعضها يرمق بعضها بعضا هذه الظاهرة موجودة لدى بعض المجتمعات غير الإسلامية ومع الأسف الشديد تسربت إلى بعض المجتمعات الإسلامية نفس هذا الموقف أنا حصل لي في بعض الوزارات في الكويت أيضا كنت أتعجب أنه لا أحد يسلم على الآخر إلا أنا شنو السبب ليش هذا الجفاء وهذه اليبوسة إذا تركنا الحال على ما هو عليه بالفعل يحصل شيء من الجفاف بالفعل أما إذا عودنا أنفسنا على أنه كل ما نتواجه أو نتلاقى نسلم على بعضنا بعضا ونحيي بعضنا بعضا فهذا أول ما يصنعه هو هذا الاستئناس الذي يهدم الحاجز النفسي يهدمه بعض المجتمعات غير الإسلامية نجحت في ذلك فلا تجد أحد يدخل على أحد إلا ويحييه بحرارة بحسب تحاياهم هم لكن نحن أولى نحن الذين يخاطبنا الله تبارك وتعالى قائلا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها البعض فسر الاستئناس هنا بمعنى الاستئذان هذا صحيح ولكن المعنى أعم الاستئناس في مقابل الاستيحاش الوحشة تنشأ أو الاستيحاش ينشأ من عدم التحية وأحيانا تكون التحية مطلوبة حتى في أن يحي المرء نفسه اتحي نفسك ليش حتى أيضا تستأنس ولا تستوحش تدخل بيتا لا أحد فيه هو بيتك مثلا وخاصة إذا في الليل مثلا فلعله يقع شيء من الاستيحاش في نفسك ترفعه بأن تسلم على نفسك في نفس السورة المباركة في سورة النور فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تسلم على نفسك تحية من عند الله مباركة طيبة اتحي نفسك وهذا إن شاء الله سيأتي أنه في روايات يا إمتنا عليهم الصلاة والسلام التوصية بذلك أنه إذا تدخل حتى لو بيتك ما كو أحد تسلم عليه تسلم على نفسك تقول تحية من عند الله أو تحية لنا من عند ربنا مضمون الرواية هكذا ممكن أيضا أن تسلم على الملائك لماذا هذا التأكيد على السلام الواحد لازم يعود نفسه باليوم والليلة ألف مرة يسلم يقوم من النوم يسلم على زوجته على أبنائه على عياله يدخل حجرة داخل البيت حجرة خاصة به لا أحد فيها يسلم على نفسه بعد شوية يأتي طفل من أطفاله أخ من إخوانه أحد أفراد البيت كلما يشوف هم يسلم عليه يطلع من البيت يسلم على جاره يروح للمسجد يسلم على أهل المسجد يروح للسوق يسلم على أهل السوق وهكذا يكثر من السلام تكرار السلام هذا يهدم كثيرا من الحواجز ويرفع كثيرا من الاستيحاش والقسوة أو اليبوسة ويؤدي إلى منافع عظيمة دنيوية وأخروية لنبحر معكم في أحاديث المعصومين الأطهار صلوات الله عليه فإنها شفاء للقلوب ونبدأ بسيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله هناك باب من أبواب الكافي الشريف لشيخنا الأقدم ثقة الإسلام الكلين عليه الرحمة والرضوان اسم هذا الباب باب التسليم تجدونه في المجلد أو في الجزء الرابع من الكافي هذا الباب في كثير من الأحاديث التي تتعلق بالتسليم والتحية أول تلك الأحاديث ما عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله السلام تطوع والرد فريضة واجب أنت ممكن ما تسلم وإن كان ذلك مبغوضا لكن ماكو عليك عقاب إثم ماكو لكن إن سلم عليك ولم ترد السلام أنت هنا عليك عقاب إثم لأن رد السلام فريضة السلام تطوع والرد فريضة ابدأوا بالسلام قبل الكلام فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه قلوا لسلم أول بعدين نجاوبك أسلم تحية من عند الله مباركة طيبة قول السلام عليكم لا تقول هلو هلو شنو هذه تحية من عند الله مباركة طيبة لا أنت مسلم تلتزم بالسلام الذي علمه الله عز وجل لأبيك آدم والذي عينه الله عز وجل لآدم وذريته ماذا جاء في الخبار قال له ربه هذه تحيتك وتحية ذريتك هي هذه السلام مو هلو مو هاي حتى الله يساعدك الله يساعدك مو تحية لا مانع منها الله يساعدك خلي نقول دعاء مثلا بس مو تحية من تشوف واحد تقول الله يساعدك اين التحية التحية التي عينها الله أنت مسلم تلتزم بآداب الله التي علمها للأنبياء صلوات الله عليه تسلم هم على غيرك واحد ثاني مسلم مثلك تلتزم بالتحية المبارك تحية السلام غير المسلم ايه غير المسلم قل صباح الخير مساء الخير هلو هاي ايشي تقول ماكو مانع اما مسلم مثلك لازم تلتزم بهذا الادب اذا واحد جاءك وبدأ بالكلام قبل السلام قل اول ابدأ بالسلام وين سلامك لا تجيبوه النبي صلى الله عليه وآله يقول حتى يبدأ بالسلام اول الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وآله اولى الناس بالله وبرسوله من بدأ بالسلام تكون اولى بالله وبرسوله صلى الله عليه وآله حين تلتزم بان تبدأ بالسلام اولا فاول اولا باول أي انت اقرب الى الله اولا بالله وبرسوله يعني اقرب الى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله من غيرك تكون اذا بادرت بدأت بالسلام الحديث الثاني وهذه احاديث منتقات منتقيات من الباب عن ابي جعفر عليه السلام قال ان الله عز وجل يحب افشاء السلام ما معنى ذلك يمكن الرجوع في تفسيره او توضيحه لرواية اخرى يرويها الصدوق عليه الرحمة في معاني الاخبار بسنده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال افشاء السلام اللا يبخل بالسلام على احد من المسلمين هذا معنى افشاء السلام لا تبخل على احد الحديث الثالث في نفس الباب من الكاف الشريف عن ابي جعفر عليه السلام قال كان كان سلمان رحمه الله سلمان الفارس المحمد رضوان الله تعالى عليه يقول افشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين ما ما معنى هذه العبارة التي يستشهد بها الامام الباقر عليه السلام وهي كلمة للقمان زمانه وهو سلمان عليه الرحمة حتى نفهم هذه العبارة أكثر وما معنى أن سلام الله لا ينال الظالمين مع الأمر بإفشائه نرجع إلى ما أملاه الصدوق عليه الرحمة على بعض من أهل العلم والمشايخ وطلبة العلم من جلسائه في مجلس من مجالسه جاءوا إليه للشيخ الصدوق وقالوا له أمل علينا من لين نخلي نكتب دين الإمامية على الإيجاز والاختصار إحنا الإمامية ماذا نعتقد ما هي عقائدنا ما هي أركان ديننا فروع ديننا آدابنا على الإيجاز والاختصار الشيخ الصدوق قال أنا حاضر فعقد هذا المجلس ودونه شيخ الصدوق قاعد يملي وجلساء يكتبون ما أملاه الصدوق مدون في أماله في أمال الصدوق المجلس الثالث والتسعون هذا كان المجلس الثالث والتسعون الذي أملاه الصدوق على طلبته وانعقد متى في نفس المصدر موجود المجلس الثالث والتسعون مجلس يوم الجمعة الثالث عشر الثالث عشر من شعبان سنة ثمان وستين وثلاث مئة ثلاثمية وثمان وستين انعقد ذلك المجلس يقول واجتمع في هذا اليوم إلى الشيخ الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه يعني شيخ الصدوق هذا اسم اجتمع إليه من في هذا اليوم أهل مجلسه والمشايخ فسألوه أن يملي عليهم وصف دين الإمامية على الإيجاز والاختصار فقال رضي الله عنه دين الإمامية هو الإقرار بتوحيد الله تعالى ذكره ونفي التشبيه عنه وتنزيه وتنزيه عما لا يليق به والإقرار بأنبياء الله ورسله وحججه وملائكته وكتبه والإقرار بأن محمد صلى الله عليه وآله هو سيد الأنبياء والمرسلين وأنه أفضل منهم ومن جميع الملائكة المقربين وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده إلى يوم القيامة وأن جميع الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام أفضل من الملائكة وأنهم معصومون مطهرون من كل دنس ورجس لا يهمون بذنب صغير ولا كبير ولا يرتكبونه وأنهم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء وأن الدعائم التي بني الإسلام عليها خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج وولاية النبي والأئمة صلوات الله عليهم بعده وهم اثنى عشر إماما وثم يعدد الأئمة الاثنين عشر ويسهب ويفصل في وصف دين الإمامية إلى أن يقول وهنا محل الشاهد يقول والتسليم على جميع الناس مع الاعتقاد بأن سلام الله لا ينال الظالمين هنا توضح المعنى أكثر المعنى أنك لا تستنكف من أن تسلم على أحد كائنا من كان حتى إن علمته أنه ظالم مذنب فاسق مثلا ونحو ذلك شوية واحد خربط سلم عليه ما يظر تقول أنا شلون أدعول أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا ما يستاهل لا سلام من الله ولا رحمة الله تنزل عليه ولا بركات الله تنزل عليه ما عليك أنت سلم تحصل على الأجر وتفش السلام لأنه هذه الثقافة أفش السلام هذه مطلوبة في حد ذاتها هي مطلوبة لها منافع في إصلاح المجتمع وتهذيبه وإذا هذا من الظالمين من الفاسقين ممن هم ليسوا أهلا لأن ينالوا سلام الله فهذا سلامك لن ينالهم يعني الله من يستجيب ويهبط سلامه وتحيته وبركاته ورحمته على هذا لا تستنكف طبعا هنا هنالك قيود هنالك أفراد لا ينبغي أن تسلم عليهم بل هنالك أفراد غير بعيد القول بحرمة السلام عليهم أن تبدأ بالسلام عليهم بل هنالك أفراد يحرم حتى مجرد رد السلام عليهم وهذه أعظم لأنه واحد إذا يقول أنا ما أبدأ السلام السلام ليس واجبا مستحب تطوع لكن رد السلام كيف رد السلام واجب السلام تطوع ورد السلام فريضة إشلون يجوز أن واحد يسلم علي وأنا ما أرد عليه السلام إشلون يصير هذا إثم معصية لا في بعض الموارد كما سيأتي إن شاء الله لا في هذه المحاضرة وإنما في الأسبوع المقبل إن أحيان الله ووفقنا سنورد لكم ما هي هذه الموارد التي لا يجوز لك حتى أن ترد السلام إذا واحد سلم عليك سلم عليك ما ترد عليه كيف لماذا هذا إن شاء الله سيأتي ما هو هذا الصنف من الناس الذين لا يجوز حتى رد السلام عليهم هذا إن شاء الله يأتي نوكله إلى حينه أو نتركه إلى حينه أما هنا نقول المطلوب كما قال الباقر عليه السلام حكاية لقول سلمان عليه الرحمن أفشوا سلام الله فإن سلام الله لا ينال الظالمين أي سلم على الجميع وإن علمت أن بعضهم ليسوا أهلا أنت أفش السلام هذا الإفشاء بحد ذاته مطلوب لإصلاح المجتمع وتقويمه وتهذيبه أحصل على أجرك واطمئن بأن سلام الله لا ينال الظلم فإذا كان هذا ظالما غير مستحق لن يناله سلام الله ولا رحمة الله ولا بركاته نعود مرة أخرى إلى باب التسليم في الكاف الشريف نقرأ هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل قال البخيل من يبخل بالسلام المعنى واضح رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه ارفع صوتك من تسلم ارفع صوتك لا يقول سلمت فلم يرد علي خاف يسلم كأن مستح من يسلم فما يسمعون زين فما يردون عليه السلام بعدين يقول يزعل أنا سلمتهم وما ردوا علي السلام ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده هم من ترد السلام اجهر بالسلام اجهر برد السلام ولا يقول المسلم سلمت فلم يرد علي يعني اجهر بالسلام حتى أيضا صوتك يوصل للمسلم خوفا من أن يتوهم أن ك لم ترد عليه السلام اجهر وهذه نستفيد منها شيء إخواني شوي التفت وهي ما يمكن الاصطلاح عليه عرفا الآن بحرارة السلام يقول لك سلام حار سلم علي سلام حار شلون يقول من دخل قال سلام عليكم سلام حار مو الشكل أما إذا دخل قال سلام عليكم شلون يصير يقول سلام بارد كأنه مو طايق نفسه ولا طايق نه مو الشكل زين العكس يصير واحد يدخل يسلم سلام محترم مرتب يردون عليهم ببرود وعليكم السلام يحس بنوع من الجفوة أيضا هذا الاستيحاش يصير هو الغرض من السلام في إحدى أغراضه كما يستفاد هو رفع هذا الاستيحاش حتى تستأنس حتى الناس تستأنس فيما بينه فإنت رد السلام بحرارة رد بقوة شوي اجهر خلي سلامك لما واحد يسلم عليك حتى إذا سلام بارد إنت رد عليه بحرارة اجهر بسلامك حتى هذه الحواجز ترتفع وإنت إذا تلاحظ اللي عموما يعتمد هذا الأسلوب وهذه الآلية يكسب قلوب الناس هذا السلام سبحان الله له تأثير سحري إنجاز التعبير كلما جعلته أكثر حرارة كلما كسبت القلوب أكثر ثم قال يقول الإمام الصادق عليه السلام كان علي عليه السلام يقول الظاهر أن المراد بعلي هنا هو علي بن الحسين الإمام زين العابدين صلوات الله عليهما بدلالة ما ذكروه في الحاشية يقول الآن الإمام الصادق يستشهد بكلام الإمام زين العابدين يقول لا تغضبوا ولا تغضبوا كافي غضب على أشياء ما تسوى كافي شوية هذا ما تعامل معازين خلص سواها قيامة غضب يتفجر الغضب عنده اغضب فقط لله ولرسوله وللحجج الطاهرين عليهم الصلاة والسلام إي أنا معاك هذه غضبة لله واحد يغضب مثلا للزهراء البتول صلوات الله عليها يسوى أما تغضب لنفسك ترى هذا شيء مذموم أول ما تسيء به تسيء به إلى نفسك هناك أحد المعممين هذا عنده هذه الخصلة مع الأسف الشديد سقط في الاختبار هو كان يبدو عليه أنه إنسان رافض يعني خوش واحد كنا نبني عليه آمال أيضا هذا سابقا لما كان يسأل مثلا أو يجري كلام عن بعض رموز الانحراف ممن ابتلينا بهم في الداخل الشيعي بعض هاي الرموز اللي ما نريد أن نلوث ألسنتنا ولا أسماعكم بذكرها بعد ملينا من نذكر أسماءهم النجسة هؤلاء محسوبون علينا بالنتيجة هذا المعمم حين كان يسأل عن هؤلاء أو يجري ذكرهم وهو موجود يقول أنا ما علي أنا بس قضيتي ضد أبو بكر عمر أنا ما لي علاقة واحد اللي فيما بيننا إحنا الشيعة ما لي علاقة أنا ما أتكلم على واحد يتسمى باسم التشيع فكسب هذا الشخص كسب شيئا من الاحترام والمحبة في أوساط يعني بعض المؤمنين قالوا والله هذا كبير ما شاء الله عليه هذا فاهم ما يريد مشاكل بينية فيما بيننا نحن الشيعة يركز هدف فقط على جهة واحدة وهم أعداء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أحد الأخوة أتذكر جاءني ونقل لي هذا الأمر في الحسينية القديمة جلس معي مع بعض الأخوة وقال لي شيخنا ليش ما تصير مثل هذا ليش تفتح جباهات عديدة خلك ضد بس أبو بكر عمر أي واحد في الداخل الشيعي هس عليه عنده انحراف ما عنده انحراف مسوي مصايب ما مسوي مصايب انت اسكت عنه مثل هذا مثل هذا حتى شنو تجمع الجماهير قلت له أولا الرافض الحقيقي هو الذي مصطرته واحدة على من هم خارج العالم الشيعي إن كانوا منحرفين يقول عنهم منحرفين وعلى من هم داخل العالم الشيعي أيضا إن كانوا منحرفين يجب أن يقول عنهم إنهم منحرفون أما يفتح عين على من هم بره يضيق عين على من هم داخل هذا ما عنده مبدأ أئمتنا عليهم والسلام ما هكذا علمونا هذا أولا ثانيا أنا ما نازل انتخابات حتى ألم الجماهير وأصوات الجماهير يعني ما هذا غرضي غرضي رضى الله تبارك وتعالى رضى إمامي صاحب الأمر عليه الصلاة والسلام وإن استلزم ذلك سخط الناس طوبى لمن أرضى الله وأسخط الناس أو بسخط الناس وويلا لمن أرضى الناس بسخط الله مضمون الحديث الشريف ثالثا هذا الشخص الذي أنت تستشهد به وتعتبر أنه هذه أمارة على حكمته سنرى وترى بس هالشكل قالت لي سبحان الله أحيانا أحدث أمورا تقع في المستقبل وبالفعل دار الزمان وإذا بنفس هذا المعمم لما بعض الجهات المنحرفة تصادمت معه أشهر عليها سيفه وبدأ فتح الملفات هذه جهات منحرفة هذه جهات مبتدعة هؤلاء أصلا كفار زنادق ما أدري كذا ما أدري كذا لم يترك شيئا من المذمة والعيب إلا وقاله في هذه الجهات لكن وأسفه سقط في الاختبار الإلهي لأن اندفاعه هذا كان شخصيا لما هذه الجهات اتصادمت وياه شخصيا قام اندفع قبل ذلك لما كانت هذه الجهات ما متصادموا وياه ما قال الحق غضبته إذن كانت لنفسه لا لله لكن غلفها بماذا بأنها غضبة لله ولرسوله ولأهل البيت عليهم السلام وينك من أول ادعوا الله عز وجل أن نبقى على هذا المبدأ أنه مولي الذين نحتي عليه لا الذي يؤذي الطاهرين عليهم السلام نحتي عليه حتى وإذا كانت علاقتنا معه طيبة مثلا أكو هناك بعض الأفراد للعلم من يعرف يعني المقربون مننا يعرفون أنه بعض الأفراد كانوا على علاقات الآن إذا ما عبر طيبة أقول عادية جيدة يعني بيننا وبينهم لكننا تصادمنا معهم لماذا؟ لأنهم تلاعبوا بدين محمد وآله الطاهرين عليهم السلام أضلوا الناس ابتدعوا فعلوا المنكرات فتصادمنا معهم وبعض الأحيان أنا أتعجب من منطق بعض الناس يقولون زين هذا ما أحجى عليكم ليش أنتم تتكلمون عليه عجيب هو بس اللي يحجي علينا مسموح أنه نتكلم عليه أما الذي يتكلم على هذا المنهج العظيم منهج آل محمد عليه السلام ويحرفه ويدمره يضل الناس هذا ما يصر نتكلم عليه هذا منطق عجيب هذه أنانية لا ينبغي أن يقع فيها هذا الفرد الذي يهذب نفسه ليكون شخصية المستقبل قال عليه السلام لا تغضبوا ولا تغضبوا أيضا لا تغضب أحدا في القضايا غير الدينية يعني حروب شخصية لا تدخل حروب دينية مبدئية فقط لا تغضبوا ولا تغضبوا أفش السلام وأطيب الكلام خلي كلامك طيب وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام إذا فعلتم هذه الأشياء لا تغضبوا ولا تغضبوا أفش السلام وأطيب الكلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام صفقة رابح ثم تلا عليه السلام عليهم قول الله عز وجل رجع الكلام هنا للإمام الصادق تلا على جلسائه قول الله عز وجل السلام المؤمن المهيمن أي من دواعي اعتقادنا بأن الله هو السلام أن نفشي السلام الذي أمرنا به السلام تبارك وتعالى الآن هذه الأمور قد البعض شوية يستصعبها هذه الأمور المذكورة بالرواية مثلا يقول وصلوا بالليل والناس نيام هو ما قادر يشيل نفسه من السرير يقول وين أقدر أصلي والناس نيام أنا هم مع النيام شي قعدني هناك علاجات أو بالأحرى هناك رخص يمكن لك إن عملت بها أن تحصل على هذا الأجر وتدخل الجنة بسلام حديث آخر يوضح هذا الحديث أكثر ويبين معنى هذا الحديث في معاني الأخبار والكتاب مبين من عنوانه اسمه معاني الأخبار حتى تتضح به معاني الأخبار لشيخنا الصدوق الجزء الأول للصفحة مائتين وواحد وخمسين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها أنت إذا قاعد داخل غرفة تشوف من هم في الخارج وباطنها من ظاهرها نفس الشيء بالعكس كأنها غرف كريستالية مثلا زجاجية مثلا أيا كان بحيث تشف يسكنها من أمتي من أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفش السلام وصلى بالليل والناس نيا فقال علي عليه السلام يا رسول الله ومن يطيق هذا من أمتك فقال يا علي أَوَمَا تَدْرِي مَا إِطَابَةُ الْكَلَامُ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَأَمْسَى سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَّا 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 اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ عَشْرَ مَرَّات هذا قد أطاب الكلام ها يحفظها يوميا في الصباح عشر مرات تسبح هذا التسبيح في المساء في الليل بعد المغرب مثلا مباشرة بس تصلي المغرب أيضا سبح هذه التسبيحات عشر مرات تكتب عند الله بأنك ممن أطاب الكلام صار كلامك طيب سهلة لو مو سهلة جدا سهلة وإطعام الطعام مو لازم تروح أفريقيا وتشبع مجاعة أفريقيا مع أن ذلك حسن طبعا هناك رخصة هناك سبيل هناك مخرج قال صلى الله عليه وآله وإطعام الطعام نفقة الرجل على عياله بعد هذه زينة سهلة وأما الصلاة بالليل والناس نيام اللي هاي شوية البعض يستثقلها حلها تكونون في هذا المسجد تنحل شلون يقول صلى الله عليه وآله فمن صلى المغرب يعني صلى الفجر في المسجد في جماعة فكأنما أحيا الليل كله أحسن من هذا أكو تعال صلاتي المغرب والعشاء صليه ما جماعة روح لبيتكم تعال الفجر صلي بالمسجد لازم بالمسجد النبي صلى الله عليه وآله يقول تصلي بالمسجد جماعة الفجر بعدين روح على دربك روح اشتغل اكسب افعل ما تريد يكتب لك من يصلي هذه الثلاث صلوات في جماعة في المسجد يكتب له أنه قد أحيا الليلة والناس نية أقام الليلة والناس نية تحصى عن نفس أجر ذاك اللي قاعد ببيته ليلة كاملة شي سوى يصلي صلاة الليل ويحيي الليل فأيضا المخرج موجود وهذا ترى للعلم سهل خاصة في هذه البلاد في الشتاء وإحنا الآن مقبلين على الشتاء صلاة الفجر تتأخر تصير يصليها بالساعة ستة مواشكل ستة ستة ونص لأنه الشروق قريب الثمانية يصير مواشكل في الشتاء والأعمال تبدأ الواحد بعد يطلع من بيته في هذه البلاد يطلع من بيته بالسبعة سبعة ونص بعد يطلع خلص حتى يروح يلحق الطرقات مزدحمة يروح على الشغل لندن مزدحمة وروح صلي بالمسجد جماعة وروح على شغلك بالليلة هم ترجاع تصلي صلاتي المغرب والعشاء في جماعة خلص يكتب لك أنه قد أحييت الليلة كلها زين وإفشاء السلام يقول صلى الله عليه وآله أن لا يبخل بالسلام على أحد من المسلمين أيضاً سهلة أي مسلم تشوف سلم عليه أي مسلم أي مسلم مش ارترشيعي أي مسلم تشوف يتحرم بحرمة الإسلام سلم عليه قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلص يكتب لك أنك قد أفشيت السلام أي أربعة أشياء تلتزم بها وما أسهلهم يوم القيامة صار ما صار شو تسوي ترفع راسك تنادي تقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا هذه الأمور الأربعة التزمت بها وأنت قلت من يعمل بها شو يصير يدخل الجنة بسلام يلا أنا أطلبها من عندك دخلني الجنة بسلام يدخلك النبي صلى الله عليه وآله عنده مقام الشفاعة الكبرى فإذا نلتزم بها حفظتوها أو لا حفظتوها إن شاء الله تسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشر مرات صباحا ومساء إطعام العيال دائما موسع عليهم توسع على العيال في الإطعام بعد صلاة العشاءين وصلاة الغدات الفجر جماعة في المسجد الرابع أي واحد مسلم تشوفه سلم عليه خلص ما أسهلهن تدخل بهن الجنة بسلام وقلنا سلم على كل أحد كل أحد بعض الناس يستنكفون أن يسلموا على من هم دونهم مرض أعوذ بالله مرض موجود عند بعض الناس إذا واحد بمستوى يسلم عليه إذا كان أدنى من مستوى يستنكف يتكبر يقول ما سلم عليه أو ما يهتم بالسلام عليه كلا احفظ هذا الحديث في نفس الباب باب التسليم من الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال من التواضع أن تسلم على من لقيت أي واحد تلقى أي واحد تلاقي سلم عليه هذا تواضع كبير صغير غني فقير مرجع تقليد طلب على على باب الله أي أن يكن أي واحد سلم عليه وبادر بالسلام ولابد أن تكون حرارة السلام متساوية التفت ترها لأن الشيطان يوقعك في هذا إذا واحد مستوى عالي تسلم عليه سلام إمبراطوري مو الشكل أنا شايف بعيني ما رد أسمي وبعض الجهات الدينية مع الأسف الشديد يدخل واحد من الوجهاء الأكابر اللي جيوبه مليانه مو الشكل فبس يدخل هذه الجهة الدينية وأفرادها تقوم على حيلها تسلم بحرارة أهلا وسهلا مشتاقين شلون صحتكم شلون الأولاد شلون إلى آخرين ليش لأنه عنده إمكانيات عنده إمكانيات لما يجي واحد مسكين على باب الله مثقوبة جيوبه مو الشكل مو مليونير وإنما مديونير مو الشكل شنو يصير يسلم وعليكم السلام حتى بالقوة مطالعة وعليكم السلام يريد يجي يسأل مسألته أولا يتمد اليد له حتى يقبلها اليد الشريفة وبعد ذلك هم بالقوة يا الله تطلع هم مسألته ومحد إلى خلقه لا أحد يدير لبال ولا وجه هذا السلام مو واحد مو في نفس المستوى ولا الحرارة تدري هذا شنو العقاب اسمع الرواية في أمال الصدوق فالصفحة 359 قال الرضا عليه السلام من لقي فقيرا مسلما فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان الله يغضب ليش ما إليك حق هذا مسلم وهذا مسلم ويمكن هذا الفقير فقير أحسن من ذاك الغني وعادة هكذا هذا أحسن من ليش سلامك على الغني حار وسلامك على هذا الفقير سلام بارد جاف ليش ليس لك حق يغضب عليك الله حين تلاقيه في القيامة نعوذ بالله من ذلك يجب أن نتخلق بأخلاق نبينا وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام الذين كانوا لا يفرقون أبدا لا يفرقون بين الناس والمقياس فقط عندهم هو لمن له التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم للكلام صلة إن شاء الله في الأسبوع المقبل وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد ابلع محمد شكرا